أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطعات الصناعية المختلفة وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطعات الصناعية المختلفة وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمصار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة سعيد بلقائكم كل الدعم لكم والدعم ده وجهدوكم إحنا محتاجينه نجاحكم إحنا محتاجينه وزيادة أنا بكلمكم النهاردة في البداية دا أنا عرف طبعاً رجال الأعمال دايماً والمستثمرين يعني بيفكروا طبعاً في أشغالهم وأنا معهم ومصر محتاجاً إحنا نقدر نتكلم بتواضع شديد دلوقتي إن الدولة قدر على الانطلاق بجد قدر على الانطلاق بجد يبقى تبقى إحنا كدولة معاكم أولاً إحنا نسكن فيكم جداً وده برضو كلام مش معلوم طب إحنا محتاجين إن إحنا ندعم ده طبعاً نشجعه أيه نكبره أيه إحنا مركب واحدة ونحق توازن فيه في الطرح لكن ما بقاش الموضوع كله تحديات ومشاكل وده أمر إحنا نسمعه ولكن أيضاً أفكار أفكار لحلول المسائل طب مصر فيها فرصة طبعاً مصر فيها فرصة طبعاً مصر عندها فرصة للنمو أيوة بسطل كل اللي إحنا فيه ده صحيح المشكلة بتاعة كورونا والأزمة الروسية وتأثيرها برضو بقول تاني برضو حتى عبرها أو حنعدين فبلد زي مصر فيها فرص نجاح حيلة باللي إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا لها وجهزنا لكم مواني مصر مواني درجة أولى على البحر المتوسط والبحر الأحمر ونلقوا بالغ واللي يعرف بيشوف إحنا بنامج حاجتنا إزاي يعرف اللي كلم اللي أنا بقوله ده مش بقول كمان خمس سنين مواني درجة أولى ثم شبكة الطرق الخلاصة يعني إن السوق المصر سوق كبير إحنا خرصين على إن إحنا إنتم تنمو تبارو أكتر بش أنت بس وكل من رجل أعمال في مصر عايز يشتغل وأنا عايز أقول لكم على حاجة كانت كلام خلال الشهور يمكن السن اللي فاتت كلموا قالوا حجم الاقتصاد الخاص وأنا بقول خمس وسبين خمس وسبين في المئة من اقتصاد مصر في درجة القطاع الخاص مش قطاع الدولة وبالمناسبة وأنا كلام ده قلته قبل كده وبقوله لكم تاني بقولوا عني لكل الأشقاء الرجال الأعمال إحنا عايزين رجال الأعمال تدخل أكتر في الاقتصاد بتاع الايه؟ الدولة مجد طبعا في المؤتمر الاقتصادي برضو حيبقى فرصة نحن يبقى فين قاش أكتر من كده وكلام أعمق من كده من الناحيتين من جانب المسئولين ومن جانب الجال الأعمال ومن جانب الاقتصاديين والمعنيين بالموضوع دوت ونترح حلول ونترح مصر ممكن يبقى ده خريطة عمل إن شاء الله في نهاية المؤتمر فأنا برحب بكم أهلا وسهلا وأوضح المتحدث الرسمي أن السادثة الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص لاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القفع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر